ثلاثة أعوام غابت فيها النشاطات الرياضية عن مدينة الموصل عقب احتلالها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قبل أن تفلح الجهود بين القيادات الأمنية ونادي الموصل الرياضي بإقامة مباراة كروية بين فريقها وفريق شرطة نينوى أقيمت في ملعب الجامعة مباراة كانت باكرة إعادة الحياة لمدينة تحررت بسواعد الأبطال المدينة التي ليس فيها رياضة ليس فيها حيات لذلك الحمد لله نجحنا مع الأخ محمد فتحي مدرب نادي الموصل في إقامة هذه المباراة التي إن شاء الله ستكون فاتحة خير للنشاطات الرياضية قادمة كثيرة إن شاء الله سنعمل من أجل عمل بطولات أخرى قد تكون دوري أو غيرها بحيث نعيد البسمة إلى أهل المدينة رسالة محبة وسلام كانت العنوان الأبرز لمباراة أراد رياضي الموصل إيصالها إلى الجميع على إن مدينة أم الربيعين تنعم اليوم بالأمن وإن عودة الروح إليها يجب أن يسهم فيها كل الخيرين فيما طالب الكثير من الرياضيين إعادة فريق الموصل إلى استحقاقه في المسابقات المحلية وضرورة الاهتمام بالبنى التحتية للمنشآت التي تعرضت للهلاك والدمار هذه رسالة للجميع رسالة للشعب العراقي قاطبة حتى شاهد الحياة عادة إلى مدينة الموصل من ناحية الرياضة ونتمنى أن يكون هناك الاتفاة حقيقيا من الحكومة المركزية والحكومة المحلية واتحاد كرة القدم للنظر بعين العطف ولو هو استحقاق للادي الموصل بالعودة إلى الدور الممتاز العراقي هذه الشرطة يساعدهم يعني هناك مسؤولين يساعدون الحمد لله ولكن بنا التحتية ماكم على الأسف يعني يراد لهم رعاية وعن لي الفخر ولي الشرف أن أحكم أول مباراة بعد التحرير وإن شاء الله القادم أفضل وبعيدا عن نتيجة المواجهة بين فريقي الكرة بنادي الموصل وشرطة نينوى فإن اللقاء حقق أهدافا مهمة ومؤثرة منها التأكيد على الروحية التي تمتع بها كلا الضرفين إلى جانب رسم صورة جديدة عما يحدث في مدينة غابت عنها المنافسات قبل أن تعود بروحية التحدي والإصرار مباراة تمثل الموصل كلها وإن شاء الله اليوم سنبين بأننا منتخب شرطة نينوى جاهز للمشاركة في بطولة كاس الوزير ونتأمل إن شاء الله نتمنى النادي الموصل الصعودة والدورة النخبة إن شاء الله رسالة للجميع ورسالة للاتحاد العراقي أن الموصل مدينة آمنة وجاهزة لاستقبال كل الأندية ربيع جديد يضاف إلى مدينة أم الربيعين بعدما عادت النشاطات الرياضية بإقامة أول مباراة رسمية في مدينة الموصل عقب زوال احتلال تنظيم داعش الإرهابي عمار ساطع الحرة من مدينة الموصل ترجمة نانسي قنقر